اشتركوا في القناة احرق دمها وبنرجع بالزمن لسبع سنين لورى وبنشوف وقتها ليه وزملتها كيشان ايام ما كانوا بيدرسوا في الجامعة وهما بيتفرجوا على واحدة هتعترف بحبها ليوفي وهتنتحر لو رفضها لحد ما يوفي بيتدخل وينقذها على اخر لحظة وساعتها ليه بتحاول تكلمه لكنه ما بيعبرهاش بعدها بطلعوا يتفرجوا على زمائلهم وهم بيلعبوا سلة ولما كيشان بتشاور لها على صاحب الاميس رقم 11 واللي بتكون معجبة بيه ليه بتمسك الميكروفون وبتنادي على صاحب الاميس 21 بالغلط واللي بيكون اسمه جايو فبتقوله ان زميلتها معجبة بيه وكيشان بتخلع وبتسيبها وليه بتتحط في موقف محرك وهم في محاضرة الرسم اللي بتحاول تقرب من يوفي لحد ما بيرسمها وبتاخد الصورة وبيمشي من غير ما ترسمه وساعتها بتروح له على الاستوديو بتاعه فبيحاول تردها لحد ما بتقوله انها تنظف له المكان بشرط انه يسيبها ترسمه ولما ليه بتنظف المكان يوفي بيخلع وبينسى الرسمة بتاعته وشوية وبيقابلها علشان ياخد الرسمة فبيجروا على بعض الحد ما بيقولها انها هيقعد معها ثلاث ساعات علشان ترسمه وهم عاديين مع بعض ليه بتوري رسومتها فبيقولها انها محتاجة تتعلم وبيطلب منها تجيب الام رصاص فبتقوم تجيبه وبيهرب وساعتها بترجع البيت علشان تشتغل على نفسها اكتر شبه ما يوفي طلب منها ووقت ما ليه في الفصل جايو وزميله بيغنولها على اساس انها اعترفت بحبها ليه فبتنزل تتخانق معاهم وبتفاهمهم اللي حصل ويوفي بيدافع عنها وساعتها بتقابل كيشان فبتطلب منها تكتب رسالتين واحدة لوانج اللي بتحبه والتانية لجايو علشان يفهم اللي حصل وهم في غرفة تغيير الملابس بتاعتهم جايو اللي معاه بيرجعوا مرة واحدة علشان يشطفوا فبيستخبوا منهم ولما جايو بيقول لوانج ان كيشان بتحبه بيتكلم عليها باسلوب مش كويس فبيخرجوا قدامهم وبيتصدموا ووقت ما كيشان بتعيط جايو بيروح يتكلم معاها باسلوب كويس وبيبدأ معهم صفحة جديدة في نفس الوقت المعلمة يان بتشوف لوحة يوفي فبتسأله عن طموحه وبيردوا ان عاوز يدرس في الكلية الملكية اللي اتخرجت منها وبترد انها هتعلمه خطاب توصية بشرط انه يشتغل معها كزا سنة الاول وبتطلب منه يفكر وتاني يوم بنشوف لي وهي بتحكي لنا عن شعورها وهي مربوطة مع يوفي بحبل واحد وبنعرف ان المعلمة يان هي اللي كلفتهم بكده مع باي الصف علشان تزرع بينهم المحبة في نفس الوقت بنشوف جايو بعد ما خلى كيشان تدرب فريق السلة بسبب خبرتها ولما بيقول لها انها لازم تساعده علشان يتقرب من لي ما بيسيب لهاش فرصة تقوله انها بتحب واحد تاني ولما لي بترجع بيتها هي ويوفي اهلها بيسألوها عن اللي حصل فبترد ان معلمة الرسم هي اللي كلفتهم بكده وبتفاهمهم انهم يعودوا اسبوع مع بعض ولو فكوا الحبل قبلها يسأطوا في الاختبار وهم مع بعض يوفي بيشوف مجلات الرسم اللي عندها وبيفاهمها انها توصل لهدفها لو اشتغلت على نفسها اكتر وهو نايم بيشوف كابوس وليه بتنزل تصحي لكنه بيمسك كده وبتنم جنبه من غير ما تحس ولما بتسأله الصبح عن اللي شافه بيرد انه ما بيحبش حد يدخل في حياته وشوية وبنشوف جايو هو بيتكلم معاه بخصوص ليه علشان يعرفوا انه بيحبها وساعتها يوفي بيطامنه ان ما فيش بينهم اي حاجة بتربت بينهم غير الحبل وبيسيبوا يمشي وهم خارجين من المحل المعلمة يان بتقابله وبتسأله ان كان فكر في عرضها وليه ما بتكونش مرتحالها وبالليل بنشوف يوفي هو واخد ليه معالي مركز العلاج الطبيعي اللي شغل فيه واللي بيكون بتاع عمه وهو بيعالج واحد ليه بتشده والزيد بيقع على ظهره وساعتها مرات عمه بتايفش عليه لحد ما عمه بيروح يهدي الدنيا وليه بتعتذر ووقت ما يوفي في الحمام بيسمع مرات عمه وهي بتتكلم عليه بطريقة مش كويسة وليه بتسمعهم ولما بيخرجوا سوا يوفي بيقولها انه ما يناموا في بيته وهناك ليه بتقوله على طريقة رسمة قديمة وبيبهدله الدنيا الوان وعلاقاتهم بتتحسن لحد ما يوه صديقة الطفولة بتدخل عليهم ولما يوفي بيسألها عن سبب زيارتها بترد انها جاية تقوله على الاجتماع اللي هيحصل من زميلهم في المجال علشان يحضروا ويتقرب منهم وهم قاعدين هناك ليه بتشرب كاس ومش بتحس بنفسها وبتقوم تخرب الدنيا ويوفي بيتدايق منها ولما بتفوق تاني يوم بتحاول تكلمه لكنه ما بيردش عليها بسبب اللي عملته وبيطلقوا على الجامعة وهم في الستوديو ليه بتشوف رسالة ياني اللي على موبايل يوفي علشان يقابلها في مطعم وساعتها بتاخده للمطعم من غير ما تقوله وبيتصدم لما بيشوف المعلمة هناك ولما ليه بتطلب منها تساعد يوفي في تحقيق حلمه علشان يدرس برة يوفي بيتدايق جدا وبيفهمها انها اهانته قدامها وبيتخنقوا مع بعض لدرجة ان ليه بتقطع الحبل بتاعهم وتاني يوم بنشوفها ويرايحة تتكلم مع عم يوفي شوية فبيحكي لها على الصعوبات اللي واجهت يوفي من نوقت ما كان صغير وبنعرف وقتها ان ابو يوفي كان رسام كبير لكنه انتحر مرة واحدة من غير ما يعرفه السبب وبنعرف كمان ان امه ماتت بعد فترة صغيرة من متابو وساعتها بتخرج تفكر في كلام والحد ما بتوصل بيت يوفي لكن يوه هي اللي بتفتح لها وبتطلب منها تباد عنه بعدها بتطلع تقول للمعلمة انها كانت السبب فقطع الحبل علشان تتحمل اللي حصل ويوفي بيسمعها وشوية وبيدخل لتكلم مع المعلمة يان فبيقولها انه هيعمل اللي هتطلبه منه علشان توصلي عليه فبتديله كارت المعرض علشان يبقى موديل وتاني يوم زيميلو يوشن بيروح يتكلم معاه بخصوص مسابقة الرسم اللي هتحصل ولما بيفهمه انه هو كمان هيعمل المستحيل علشان ياخد توصية المعلمة يان يوفي بيروح يتكلم مع المعلمة علشان يسألها ان كانت هتدي توصيتها لحد غيره وبترد انه الرسام محترف لكنه مفتكر للمشاعر وبتنصحه يرجع للي لانها الوحيدة اللي ممكن تساعده انه يرجع النبض القلبه مرة تانية وساعتها بيروح يتكلم معها فبتسأله عاوز ايه ولما بيقولها انه محتاجها تساعده في الشعور بنبض قلبه مرة تانية ليه بتفتكره تعبان فبيقولها انه ما يتقابله بكرة وبتفرح جدا وتاني يوم بنشوفهم هم خارجين مع جايو وكيشان للملاهي وهناك بيجربوا اول لعبة لكنها مش بتأثر في يوفي وساعتها بيدخلوا بيت الرعب وبيخرجوا على المستشفى بسبب جايو اللي اغم عليه وساعتها ليه بتاخد يوفي علشان يكملوا جولتهم وبيقضوا وقته كويس وعلاقاتهم ببعض بتتحسن لدراجة ان يوفي بيرجع للبيت وبيرسم وهو مغمط لحد ما بيلاقي نفسه رسم ليه وبيتصد من جمال الرسمة وتاني يوم بنشوفه ورايح يسلم الصورة للمعلمة فبتقوله انه اخيرا ليه نبض قلبه وبتفهمه ان النتيجة هتظهر قريب وشوية وبنشوف اللجنة وهي بتختار افضل صورة وللأسف يوفي بياخد المركز التاني ووقت ما يوفي واقف قدام الصورة لرسمها يوبي تدخل تقوله انها اكتشفت ان يوشين دفع رشوة للحكام فبيسجلها المحادسة وشوية وبياخدوا الصورة برا علشان يحرقها وبيفتكر ذكرياتهم عليه ولما ليه بترجع البيت بتسمع الرسالة اللي يوفي سجلها وبتعرف انه تظلم ولما يوفي بيروح الجامع تاني يوم زميله بيعرفوه انهما يوقفوا معها ضد يوشين اللي رشى الحكام وشوية وبيسمع ليه وهي مشغلة تسجيل اللي بعته لها وبالطالب بتحقيق العدالة ويوفي بيتدايق في نفس الوقت بنتشوف المعلمة يان وهي بتلوم يوشين بسبب اللي عمله وبيرد انه هيعمل اي حاجة علشان ينتصر على يوفي وشوية واللجنة بتنزل قرار انهم سحبوا المركز الاول من يوشين ولما ليه بتروح علشان تباركله يوفي بيمسك الفرشة بتاعته وبيكسرها واحدة ورد تانية علشان ما تقبلوش مرة تانية وساعتها بتروح تعيط في البيت لحد ما بوها بيحاول يهديها وهي قعدة مع جايو وكيشان علشان تغير جو جايو بيفهمها ان يوفي تدايق بسبب التسجيل اللي نشرته من غير ما ترجع له وخصوصا انه كان عاوز يرجع حقه بنفسه ولما ليه بتعرف من زميلتها ان يوفي كان رسمها في المسابقة بتقرر تشتغل شغل اضافي علشان تساعده في نفس الوقت المعلم ايان بتدي يوفي شيك بمبلغ محترم علشان اشتغل معاها وبتتمنى له التوفيق في حياته اللي جاية وبيشكرها ولما جايو بيفاتش في شنطة كيشان بيشوف كرتل المكان اللي ليه اشتغلت فيه وهي ماشي مع نفسها حرامي بيشد شنطتها وجايو بيتدخل على اخر لحظة وبيتصاب وبينلاحظ ان يوشين مرقبهم بعدها بنشوف يوفي بتسأل يوفي عن الشخص اللي بيبعت له فلوس في البريد وبيشك في ليه ولما يوفي بيروح المركز علشان يعالج جايو بيسأله عن اللي حصل ويوفي بيتصدم لما بيعرف ان ليه اشتغلت في نادي ليلي علشان تساعده ووقت ما ليه في شغلها واحد بيرخم عليها لكن يوفي بيتدخل على اخر لحظة وبيطلع يقولها انه هيرجع لها كل فلوسها ولما بيرجع البيت مع يو بتقوله على الظروف اللي جابته من البريد فبيفتحه وبيعرف انه تقبل في المنحة وبيفرح جدا وهو رايح الجامعة الثاني يوم بيشوف الاعلانات اللي محطوطة عن ليه بسبب شغلها في نادي ليلي وبيتصدم وشوية وبينشوف لي وهي في مكتب المدير فبيقولها انها لو ما قدمتش عذر مقبول خلال 3 ايام هيفصلها من الجامعة في نفس الوقت بنشوف يوفي وهو بيطلب من يو تجيب له قايمة باعمال الفنانين اللي يوشين سرقها وتاني يوم بيقابله في الجامعة فبيطلب منه يصحح اللي عمله مع لي مقابل الملف اللي معاه وشوية وبينشوف يوشين وهو بيشهد في صف لي والمدير بيعتذر بسبب سوء الفهم اللي حصل ولما ليه بتشكر يوشين بيقولها ان المفروض تشكر يوفي قبل ما يسافر لمنحته وساعتها بتروح تستنى قدام بيته لحد ما بيرجع لكنه مش بيعبرها وبيدخل يجيب لها الفلوس بتاعتها وبيطلب منها ما يشوفش وشها مرة تانية وبترجع تعيط ولما يو بتروح تطلب من يوفي ياخدها معالي بريطانيا بيقولها انه مش هيقدر يمنعها لو حبت كده فبتقوله على العريس اللي ابوها جابه وبيرد انها حرة في حياتها لانه هيعتبرها دايما اخته ويو بتتدايق في نفس الوقت ليه بتعرف من زميلها ان يوفي هيسافر النهاردة فبتاخد العجلة بتاعتها علشان تلحقه لحد ما بتخبط في واحد وبتكمل جاري وهي بتفتكر ذكرياتهم وللأسف مش بتلحقه وبتفضل تعيط لحد ما جايه بيحاول يهديها وبعد سبع سنين بنشوف ليه وهي بتعرفنا على زميلها واحد ورد تاني بعد ما اشتغلت في معرض كونا للرسومات وشوية وبنشوف كوين رئيسة المعرض وهي بتديلها دعوة علشان تحضر الحفلة الخاصة بفنان مشهور علشان تتقرب منه وتجيب لهم عنه اي معلومات وساعتها زميلتها من بتتغاز وبتحاول تروح مكانها لكن كوين بترفض ولما ليه بترجع على البيت جايه وزمائلها بيكونوا عاملين لها مفاجئة عيد ميلادها وبينلاحظوا وقتها ان العلاقة اللي بينها وبين جايه وتحسنت ووقت ما ليه ماشية الدعوة بتقع منها ويوفي بياخدها من غير ما تعرف وهي بتحاول تقنع الامن ان كرت الدعوة وقع يوفي بيطلع لها الكرت وبيسألها ان كانت بتدور عليه فبتحاول تاخده منه لكنه بيقطعه وبيدخل وشوية وبنشوف جين مساعد يوفي وهو بيسأل يوفي ان كانت عرفت صاحب اللوحة اللي وقفة قدامها وبترد ان طريقة الرسمة مش غريبة عليها وبتلاقي يوفي في ظهرها فبتسلم عليه وبنعرف انه صاحب اللوحة المجهول واللي تشهر بلقب تي واي اف وشوية ويوفي بتفتح المزاد من غير ما تقول الحضور على شخصية صاحب اللوحة وبنعرف وقتها ان فلوس اللوحة هتطلع للشباب الغير مكتدرين ولما ليه بتدخل المزاد الخيري على انها جرسونة من بتشوفها فبتنادي على الامنة علشان يخرجوها برا وساعتها يوفي بيتدخل فبيقولهم انها مش جرسونة لكنها لازم تطلع برا علشان معهاش دعوة وهي بتلعب مع الاطفال يوفي بيروح يسألها ان كانت جعانة فبتنفض له وساعتها بيقولها انه هيعرفها على تي واي اف فبتروح معاه وهم عادين مع بعض ليه بتكلموا عن معرض الرسوم اللي شغال فيها وبتفهموا انها ممكن تجيب له اي وظيفة لكنه بيطلب منها تهتم بنفسها وبيسألها عن حياتها فبترد انها بتحب جايو وبيتصدم وساعتها بيعرفها انه شبع وبيمشي من غير ما يعبرها وهو في البيت بيشوف الكتاب اللي كان جايبه لها وبيفتكر وقت ما كان رايح يشتريه علشان يفاجئها ولكنه شاف جايو وهو بيده لها قبله فقرر يحتفظ بيه وبنعرف انه كان بيحبها لكنه ما قدرش يقول لها بعد ما شافهم سوا وبيطلب من جين يبعط له ملفات لليه على مكان شغلها من غير ما يبعد صرته وتاني يوم بنشوف كوينو هي بتهزأ ليه علشان ضيعت الفرصة اللي ادتهالها من غير ما تعرف هوية طاي واي اف الحقيقية وبتفهمها ان فضلها فرصة واحدة ولما ليه بترجع على البكتب بتشوف الظرف اللي ما بعوت من جين لكنها بتسيبه وبتروح على معرض يانج ووقت ما يوفي بيكون رايح على مكان شغل ليه بيشوف جايو هو نازل من عندها فبيتصدموا لما بيطلع يتكلم معها بتسأله دخل هنا ازاي فبيرد ان الباب كان مفتوحه بيسألها ان كانت وصلت لهوية طاي واي اف فبتطلب منه يمشي من هنا وبيرد انها ضيعت فرصة كبيرة من ايديها ووقت ما ليه بتتكلم مع كوين بخصوص لوحات الرسام يانج بيدخل عليه مرة واحدة والمكان كله بنقلب ولما مين بتدخل تقوله يتكلم معها بذل ليه لانها لسه جديدة يانج بيحرجها وبيرد انه جاي يتكلم مع مخاططة المعرض بتاعه وساعتها ليه بتتكلم معاه عن الاماكن اللي قرروا يحطوا فيها الرسومات بتاعته وبيفرح جدا لما بيلاقيها فهمة ومين بتتغاز وبتنويلها على شر وساعتها بتروح لواحد مجهول فبتطلب منه يدبر لها مقابلة مع تي واي اف وبيوافق ولما بتروح تقابل تي واي اف وبتكتشف انه يوفي بتحاول تستخدم اسالبها الشيطانية معاه لكنه بيقولها تمشي من هنا وبيطلب من جين اتصل على ليه دلوقتي وساعتها بيتصل يسألها ان كانت شفت الملف اللي بعته لها فبتتصدم لما بتعرف انه ملف خاص باعمال تي واي اف وبيديلها معاد معاه بعد الظهر وما بتكونش مصدقة وشوية وبتروح له على البيت وجين هو اللي بيستقبلها ولما بتسأله عن تي واي اف بيكذب وبيقولها انه مش موجود وبيديلها ملفة علشان تفتحه ساعة عشرة في مكتبها ولما بتفتح الملف بتلاقي فيه كلمات متقطعة فبيجمعوها وبيلقوها شتيمة وساعتها اكوين بتقول لها ان تي واي اف بيستحقرها ولازم تكمل اللعبة معاه لشان توري قدرتها ووقت ماليه وجايه بيحتفلوا مع اثنين زميلهم بسبب انهم هيتجوز قريب بيجيلها مكالمة من بنجا زميلتها بعدما اكتشفت هوية تي واي اف وبيتقول لها على العنوان في نفس الوقت بنشوف يوفي وهو بيتكلم مع يوشن فبيسأله عن سبب رجوعه مرة تانية وبيرده انه ماليهش داخله وبيمشي وساعاتها ليه بتخبط فيه فبتسأله بيعمل ايه وبتدخل تافش على يوشن لانها بتكون فاكرة انه تي واي اف لحد ما بيقولها انها فاهمة غلط وبتتصدم لما بتعرف انه يبقى يوفي وساعاتها بتمسكه من ايده علشان تسأله عن السبب اللي خلاه يجذب عليها ومعرفهاش انه تي واي اف ولما بنشا بتطلب منها تهدى علشان الطفل اللي في بطنها يوفي بيتصدم وبيمشي وليه بترجع التعايات في البيت من غير ما تعرف جايو باللي حصل فبيقولها انهما يخرجوا يغيروا جو وبياخدها علشان يصهروا مع زمائلهم ووقت ما ليه بتغني لزمائلها يوفي بيدخل عليهم فبيتقول لهم انها تنزل الحمام وبيتلاقيه مستنيها تحت علشان يتكلم معاها بخصوص الشغل ولما ليه بتتكلم معاه بصفة رسمية بيسيبها وبيمشي وساعتها بيشوف جايو هو واقف مع واحدة معجبة بي وبيعرف انه بيخنها وتاني يوم بنشوف لي وهي رايحة على بيت يوفي علشان تتكلم معاه بخصوص العقد اللي عاوزا يوقعه مع شركتها وساعتها بيقول لها انه على استعداد يوقع معهم بشرط انها تنظف الاستوديو بتاعه وبتوافق ولما بتطلع تنظف الازاز اللي فوق يوفي بيطلب منها تنزل علشان حملها فبتقع عليه وبتفاهمه انها مش حامل فبيفرح جدا ووقت ما جايو خارج من التمرين علشان يركب اوبر بيركب مع نفس البنت اللي بتطرده من غير ما ياخد باله واللي بيكون اسمها كوكو وساعتها بتقفل عليه العربية وبتاخد موبايله ولما بيقول لها انه عاوز ينزل بترد انه لازم يحضنها الاول وبيعمل كده في نفس الوقت ليه بترجع الشركة وبتتصدم لما بتلاقي يوفي قاعد مع المديرة كوين وبنعرف وقتها انه قرر يمضي معهم العقد وكمان بقى الرئيس الفن الجديد الخاص بشركتهم وليه هتبقى مساعدته ولما يوفي بيكلمها بسلوب مش كويس قدام باقي زميلها بتقفش عليه وبتقوله انه شخصة اناني ومش بيفكر غير في نفسه بسبب انه عاوز يخليها حاسة دايما بالعكس وتاني يوم بنشوف منه هي قاعدة مع يوشن ولما بتطلب منه يقولها على فكرة علشان تخلي يوفي يطرد ليه من الشركة وترتاح بيرد ان ده مش هيحصل بسبب العلاقة القوية اللي كانت بينهم قبل كده وبيفهمها انه ممكن يشتغلوا على جايو بمناسبة انه بقى لاعب مشهور وبيعمل مكلمة ووقت ما ليه مروحها البيت بتلاقي الصحافة وقفة هناك وبيجي لها مكلمة من اهلها فبترجع بسرعة ولما بتقولهم انها عاوزة تفتح التلفزيون ما بيرضوش وبيفرجوها على المجلة اللي نزلت صورها مع جايو بشتايم قذرة وبيطلوب منها ما تخرجش اليومين دول علشان الاعلام ولما بترجع الشغل زميلها بيسألوها عن السبب اللي خلها تخبي عنهم انها على علاقة مع اللاعب جايو وبيحسدوها وشوية وبتروح تسلم التقرير ليوفي فبيكلمها باسلوب مش كويس فبتقفش عليه وبتمشي وساعتها جين بيوريه المجلة اللي بتتكلم عليها باسلوب وحش ولما يوفي بيسأله عن الشخص اللي زود الاعلام بالخبر بيرد انه اكيد شخص عارف ليه كويس وعاوز يشهر بسمعتها هي و جايو وخصوصا بعد ما تشهر ووقت ما يوفي بينقل شوية تصاميم في معرض واحد صديقه جايو بيكون في نفس المكان بسبب الاعلان اللي بيصوره وساعتها بيشوف يوفي وهو بينقل الحاجة فبيفتكره عامل هناك وشوية وبينزل يتكلم معاه بخصوص علاقته اللي اتطورت معليه وبيحاول يضايقه لكن يوفي مش بيرد عليه وبيفتكر خيانته لليه ووقت ما ليه مروحة بتشوف مجلة عليها صورة جايو وكوكو وبتتصدم ولما بتروح تاكل في نفس المطعم بتاعها بتلاقي يوفي هناك فبيعود يتكلمه مع بعض وساعتها كيشان بتشوفهم وبتقرر تصورهم وبتبعتها لجايو وشوية وبينشوفها ويقعدة مع جايو فبيعتذر لها بسبب صورته مع كوكو وبيعرفها انها مجرد معجبة مجنونة وكان لازم يبيض عنها وليه بتسامحه وبتقوم تجيب شوية مية وساعتها بيشوف الصورة اللي كيشان بعتتها وبيحضن ليه لما بترجع من غير ما يقولها حاجة في نفس الوقت بنشوف عم يوفي هو بيعالج ايده وبنعرف انها بترتعش بسبب الضغط وقبل ما يمشي بيشوف لوحة عنده فبيقوله انها بتاعت ابوه وبيوريه العلامة المائية الخاصة بيه ووقت ما كيشان بتتدرب جايو بيبعت لها رسالة وبيفاهمها انه مش مشغلها جاسوسة فبتتدايق جدا علشان ما خدش منها موقف ولما ليه بتروح الحفلة مكان المديرة تيان صاحب الحفلة بيهزقها لانه بيكون فاكرها منتحة لشخصية كوين ويوفي بيسمعهم وبيفتكر نفس الكلام ده وقت ما كان بيتقلبوه وساعتها ليه بتفهموا انها شغالة في معرض كوين وان هي اللي بعتها مكانها وهي مروحة بتارد على يوفي انها توصله وبتركبه في الصندوق علشان تعلموا الادب وتاني يوم بنشوف كوين بعد ما وزعت على الموظفين اللي عندها ورق بقيمة رسامين مختلفين علشان يتواصلوا معاهم ووقت ما ليه بتتواصل معاهم مين بتصور القايمة من غير ما تاخد بالها ولما ليه بتتصل على الرسامين اللي في قايمتها وبيرفضوا يتعاملوا معاها من غير ما تعرف السبب بتروح تطلب من يوفي انه يساعدها في اقناع الرسامين لانها متأكدة انه هو اللي قلبهم عليها ولما بيقولها انه ما عملش كده بترد انها عارفة مين السبب وبتروح تقول لمن انها اكتشفت خيانتها وهتفضحها قريب لو ما بعدتش عنها وبتمشي من غير ما تعبرها وشوية وبنشوف يوفي بعد ما راح معرض تيان صاحب شركة جي كي فبيتفرج على اللوحات اللي عنده لحد ما بيشوف لوحة من ضمنهم عليها العلامة المائية لابو واللي بتكون مشهورة بلوحة الاب فبيتصدم ومش بيقول لحد في نفس الوقت بنشوف مدرب جايو هو وقافش عليه بسبب مستواهي اللي بقى زي الزفت بسبب تفكيره في حضور ليل المباراة لكنها اتأخرت عليه بعدها بنشوف يوفي هو بيسلم تيان افضل لوحة عنده وبيحاول يتقرب منه من غير ما نعرف السبب وشوية وبنشوفه وهو بيشكر الناس اللي حضرت في المزاد الخيري ولما بيقولهم انه عاوز يعرفهم على حبيب تولي بتتدايق فبينزل ياخدها علشان يعرفها على باقي رسمين ولما لي بتلومه السبب اللي عمله بيرد انها كانت مستنية الفرصة دي من زمان فبترد انه شخصة اناني وبتمشي بعدها بنشوف يوفي وهي بتلوم يوفي بسبب اعترافه بحبه لليه قدام الناس وبتسأله عن مكانتها في قلبه لكنه ما بيردش عليها في نفس الوقت بنشوف ليه وهي بتقول لجايو انهم لازم يفكروا مرة تانية ان كانوا مناسبين لبعض ولا لا ولما بيسألها ان كانت اتغيرت معاه بسبب يوفي بترد ان كان عندهم مشاكل من بداية علاقتهم لكنه ما كانش حاسس بكده ومش لازم يلومه حد وشوية وبنروح ليوفي هو بيتكلم مع تيان مرة تانية فبيعرض عليه منصف شركته وبيرد انه هيفكروا بيمشي ولما جين بيقول له انه اغلب الرسامين اللي اشتغلوا مع تيان اختفوا علشان يخلي باله بيرد انه لازم يكمل بحثه عن اي رسام لسه موجود علشان يعرف الحقيقة ولما بيروح يقدم استقالته من شركة كونا كوين بتسأله ان كانت ليه هي السبب وانها ممكن تنقلها لأي قسم وبيرد انه هيستقيل لأسباب شخصية وقبل ما يمشي ليه بتروح وراه علشان تسأله ان كان مشي بسببها فبيرد انها مش حبيبته علشان تعرف اسباب استقالته ومش بيعبرها ووقت ما جايو وليه بيحتفلوا بعيد ميلاد ابوها جايو بيعرض عليها الجواز لكنها بتكون مترددة في بداية الامر وبتوافق وكيشان بتكون متضايقة جدا بسبب اللي حصل لانها كانت بتحبه ولما جايو بياخد ليه علشان يوصقوا عقد الجوازهم بيتصدم لما مش بيلاقي البطاقة بتاعته وبيعتزر لليه لانه كان جايبها معاه وشوية وبنشوف كيشان وهي مسكهم في ايدها ولما جايو بيروح يتكلم معاها كيشان مش بترضى تقوله ان هي اللي خدتهم وجايو بيفاهمها انهم يتجاوزوا اول ما يطلع بطاقة جديدة وبيوريها الخاتم اللي جابه لها ووقت ما ليه في الشغل بيجي لها رسالة منه علشان تقابله في مطعم وبتوافق وهو مستنيها كوكو بتقعد معاه فبيطلب منها تمشي وبترد انه مكان عام وبتحط له المخدر من غير ما ياخد باله ووقت ما كوكو بتكون سنده جين بيشوفهم لكنه ما بيهتمش ولما ليه بترجع البيت وبتلاقي كوكو نايمة جنب جايو بتطلم انها تمشي قبل ما تبلغ الشرطة وبتفهم جايو انها مقتنعة انه كوكو حط له المخدر وبتعتذر علشان مش قادر تحبه وبتمشي مع نفسها ولما جين بيعرف يوفي انه شاف جايو وهو ماشي مع واحدة غير لي بينسي لدور عليها لحد ما بيقابلها في المطعم فبيقعد معاها من غير ما يتكلم وهي خارجة بتوع مرة واحدة فبيشيلها على ظهره وبياخدها للبيت وهناك بتحكيله على موقفها من جايو وهي منهارة بسبب انها مش قادرة تحبه بعد كل الفترة دي ويوفي بيحاول يهديها وفي نفس الوقت بنشوف جايو وهو منهار بسبب انفصاله مع ليه وبيفضل يعيط لحد ما كيشان بتروح تهديه ووقت ما ليه رايح الشغل بتقابل زميلها وهما بينقلوا اللوحات فبتحاول تساعدهم وبتوقع اللوحة الخاصة بيوفي وبتقولهم انها تتحمل المسئولية وشوية ويوفي بيجي لهم مكالمة ان اللوحة بتاعته تقطعت وبتصدم بعدها بنشوف ليه بعدما سفرت باللوحة علشان بتصلحها عند السيد وانك لكنها مش بتلاقيه هناك وساعتها بتروح تدور على فندق فبتلاقي يوفي في انتظارها فبتسأله جاي هنا ازاي وبيرد انه عارف اللي حصل وبيفاهمها انه مفيش هنا غير غرفة واحدة ولازم يعودوا سوا وتاني يوم بنشوفهم وهما بتكلموا مع وانك بخصوص القطع اللي في اللوحة ولما بيقولهم انه محتاج كام يوم علشان يعالجها يوفي بيعرض عليه المساعدة علشان يكسب وقت وبيبدأوا شغل فيها لحد ما بيجي لدور يوفي علشان يرسم لكنه مش بيقدر يمسك الفرشة بسبب ايده وبيستأذن في نفس الوقت جايو بيرجع للمرعب مرة تانية وبيتصاب اصابة كبيرة وشوية وبنشوف كيشان وهي بتقوله ان الفريق قرر يحطه في الاحتياط بسبب اصابته اللي محتاجة فترة علاقة طويلة وبيتدايق وبالليل بنشوف يوفي بعد مواجه لي بخصوص اليوم اللي شافها قعدة فيه مع جايو قبل ما يسافر وساعتها بتفهمه انها رحت معايا علشان تحتفل بالتعافي من اصابته وبتفهمه انها ما حبيتش حده طول السنين اللي فاتت وبيفرح والتاني يوم بنشوف يوفي وهو بيرسم الجزء المتضرر في اللوحة بكل مهارة وبيخرج يتكلم مع ليه ولما بتسأله عن ابوه وخصوصا انه ما قبلهاش صيرة قبل كده بيرد انه كان رسم مبدع لحد ما شريكو سرق منه احسن لوحة كانت عنده ونسبها لنفسه ولما بوه معرفش ياخدها منه قرر ينتحر ومش بيرضى يقولها على اسماء في نفس الوقت يوشين بيجب ملف قديم ليوفي وبيشكه انه ابن شريكو القديم اللي خد منه اللوحة ولما كوين بتطلب من ليه انها تروح ليوفي علشان ترجع الشغل اللي كان بينهم بترد انها تروح له على الستوديو بتاعه ووقت ما يوفي بيتفرج على لوحة ابو المسروقة تيان بيقوله انه ممكن ادهاله لو عمل شغل جديد واهو بالمرة يفرح ليه حبيبته وبيرد انه مش جاي يتكلم في شغله وبيمشي وساعتها بيقابله جايو فبيقوله يعبد عن ليه احسن لو ولما ليه بتروح ليوفي للستوديو بتاعه بيرد انه مش فاضي وبيطلب منها تقابله كمان ساعة في مطعم وهو خارج من حمام المطعم بيقابل جايو وليه بتتصدم لما بتلاقيهم قاعدين مع بعض وبتقعد معاهم ولما جايو ويوفي بيتخنقوا مع بعض علشان ليه بترمي كوباية المية في وشي يوفي علشان تحل الموضوع وتاني يوم بنشوف ليه وهي بتطلب من زميلتها في الشغل تدور لها على سكن جديد علشان تبعد عن جايو وساعتها بتقابل جين فبيقولها انه عارف بيت كويس جدا هيعجب ليه وشوية وبنشوفهم هم قاعدين سوا علشان يمضوا العقت بعدها بيطلقوا على البيت علشان يشوفوه وليه بتكون طائرة من الفرحة من غير ما تعرف ان ده بيت يوفي التاني وانه يبقى جرها وتاني يوم بنشوف يوفي وهو بيراجع مخططات لباب سري عاوز يعمله في شقة ليه علشان يبقى يطمن عليها من وقت للتاني ووقت ما ليه مروحة بيتها اتنين بيمشوا وراها وهما نوين لها على شر لكن يوفي بيتدخل في الوقت المناسب وشوية وبنعرف ان تيان هو اللي كان باعتهم علشان نتأكد ان كانت ليه تهم يوفي ولا لأ وبيعرف ان هنقطت ضعفه وتاني يوم بنشوف يوفي وهو بيجرب الباب السري هو وجين بعد ما اتعامل وبيدخله شقة ليه وهي في الشغل ووقت ما ليه بتجيبي البهارات بتقاه على شعرها فبتدخل الحمام وبتنسى البراد على النار ولما يوفي بيدخل يقفل عليه ليه بتشوفه وبتتصدم لما بتعرف انه جرها وبتكرر تتصل بالشرطة وصدمتها بتزيد لما بتعرف ان الشقة اللي عيشة فيها تبقى بتاعته ووقت ما يوفي وجين بيتفرجوا على المعرض اللي ليه عملته بتشوفهم هناك من غير ما تعبرهم وقبل ما يمشوا من المعرض يوفي بيقول لها ان زقها كويس وبيشكرها علشان عرفته على افكار جديدة وبالليل بنشوف يوه وهي بتتكلم مع يوفي بخصوص الدمج اللي هيحصل بين معرضها ومعرض كونا ولما جين بيقوله انه عاوز يشتغل مع يوه الفترة دي لانه مش عاوز يسيبها لوحدها يوفي بيقوله انه مش عارف السبب اللي خلى يوه تعمل كده وبيطلب انه يركز معاها ولما كيشان بتروح تتكلم مع الدكتور بخصوص اخر اصابة لجايو بيرد انها اصابة خطيرة ومش هيقدر يرجع للملعب مرة تانية ووقت ما ليه خارجة من عند جايو كيشان بتقابلها فبتقول لها ما تروحش ليه علشان ينساها وبتفهمها انه مستقبله تدمر ومش هيقدر يلعب مرة تانية وتاني يوم بنشوف كوين وهي جامع الموظفين اللي عندها بسبب المعرض اللي هيعملوه ليوفي علشان يعرضوا فيه لوحاته ولما بتكلف ليه انها هتديري المشروع مين بتقول لها انها مش تقدر تساعدها لكن بقى الموظفين بيتطمنوا ليه انهم في دهرها ولما ليه بتروح الشركة تاني يوم زمائلها بيعرفوها ان المعرض اللي كانوا هيعملوه تلغى بسبب المؤتمر اللي يوفي هيروحه مرة واحدة في شركة جي كي في نفس الوقت بنشوف يوفي وهو بيتكلم مع يوشين مساعد تيان بخصوص المؤتمر اللي عملوه من غير ما يرجعوله ولما يوشين بيسأله ان كان من دايق بسبب المعرض بتاعه اللي تلغى مع شركة كونا بيرد انه هيتصرف وساعتها بيقابل ليه علشان يعرفه انه هيفسخ عقده مع الشركة بتاعتهم وبتتصدم وشوية وبنروح لكوين وهي بتطمن ليه وبيفقروا في حل بعدها بنروح للرسام شي بعد ما تيان ويوشين عزموا عندهم وبنعرف وقتها انهم عاوزين يقلد لوحات يوفي على اساس انه هو اللي رسمها بسبب ان يوفي مش راضي يعمل اي شغل جديد وساعتها بيروح يقول لي يوفي اللي حصل فبيقول لي اسمع كلامهم طالما هيتكلفوا بيعلاج بنته المريضة وبيفاهموا انه بيفقر في خطة جديدة وتاني يوم بنشوف ليه وزمائلها وهما مستنيين يو لحد ما بتجيلهم فبيرحبوا بيها وبنعرف انها هتبقى مديرة المكان وهما في الاجتماع يو بتسأل لي عن معرض يوفي اللي تلغى فبترد انها هتتحمل المسئولية كاملة وهتستقيل ولما كوين بتدفع عنها يو بتقفش عليها بسبب انه معادش لها اي سلطة هنا في نفس الوقت يوفي بيحاول يرسم لدرجة انه بيمسك ايده وبيحاول لكنه بيفشل وقبل ما جايه ويخرج من المستشفى بيسأل الدكتور عن حالته وبيتصدم لما بيعرف انه مش هيقدر يرجع للملعب مرة تانية بسبب اصابته وشوية وبنروح ليو وهي بتتكلم مع كوين عن خطتها فبترد انها هتستقيل بشرط انها تسيب ليه في حالها وبتوافق وقبل ما جايه وبيلم حكته من ملعب السلة بعدما الفريق طرده بسبب اصابته زاهو الزميله بيروح يتكلم معه شوية وبيطلب منه يوقع له على الكورة قبل ما يمشي ولما ليه بتروح تتكلم مع يوفي علشان تقنع انه ما يفسخش العقد بتاعه لانهم تبهدله من يو بيرد ان شركة جي كي المنافسة ليهم عرضوا عليه مبلغ محترم فبتقوله انه بقى شخص مادي وبتمشي ولما بتروح تقول لي يو انها حاولت مع يوفي لكنه هيفسخ العقد معاهم يو بتديلها مهلة 3 ايام علشان تحاول معاه وإلا هتتردها وشوية وبينروح لها بعد ما قابلت جايه بعد ما عرفت انه ساب الفريق ولما بيقولها انه بيعلن انفصالهم من النهاردة بترد انهما يفضلوا اصدقاء مهما حصل ولازم يبدأ حياة جديدة وتاني يوم بنشوف جايه بعد ما توظف في الشركة التسويق منتجات رياضية وزميله كلهم بيرحبوا به وهو على المكتب جوي مديرته بتديله كم ملف علشان يشتغل عليهم وبتطلب منه ويرجع لها في اي وقت يحتاجها فيه في نفس الوقت جين بيروح يتكلم مع يوفي بخصوص البهدلة اللي سببها للي لما قرر انه يفسخ العقد مع شركتهم لانها كانت هي المسؤولة عن اقامة معرضه وساعتها بيروح يتكلم مع يو علشان يفهمها ان ليه ما كانتش السبب في فسخ عقده وبيطلب منها تسيبها في حالها ويو بتنهر وبعدها بيقابل لي علشان يطمنها انه يفضل جنبها لو احتاجت اي مساعدة وبالليل بنشوف من وهي بتتكلم مع تيان ويوشن بخصوص البهدلة اللي حصلت للي وبنعرف وقتها انها جاسوسة للشركة جي كي وشوية وبنشوف لي وهي بتتكلم مع يو بخصوص المعرض اللي عاوزة تعمله ولما يو بتقول لها انهم خسروا فنان كبير شبه يوفي بترد انها تدور على واحد تاني في مستوى ويوفي بتديلها فرصة وساعتها بتروح تسأل يوفي عن اكتر رسام كان بيحترم هو صغير فبيقول لها على الرسام يانج وبتفرح جدا وتاني يوم بتقول لي يو على الفنان يانج اللي يوفي قال لها عليه فبتقول لها تهتم بالموضوع في نفس الوقت تيان بيوري يوفي لوحة مشابهة للوحة والاصلية علشان يعرضوها في معرضه لانه مرسمش حاجة جديدة ولما يوفي بيقول له انه مش مهتم غير بالرسامين اللي بيقلده تيان بيسأله عن علاقته بالرسام كونج فمش بيرضى يقول له انه هو ابوه بيمشي وساعتها بيقابل الرسام شي فبيطلب منه يقلد لوحة الاب اللي تيان سرقها من ابوه من غير ما يعرفه اي تفاصيل ولما ليه بتطلب من الرسام يانج انها تعمله معرض خاص علشان يعرضو فيه رسوماتو بيكون رافض في البداية فبتوري رسالة كوين اللي كانت كاتبها لها قبل ما تمشي علشان تثبت له انها بنت مكتهدة ومش هتغزله وشويه بنشوف من وهي بتتكلم مع تيان بخصوص الرسام يانج اللي ليه ناوية تجيبه المعرضهم فبيتدايق وبين وليهم على شر في نفس الوقت يوفي بياخد ليه للجامعة بتاعتهم وبيفتكروا ذكرياتهم القديمة وبيفاهمها انه ما عادش قادل يرسم لوحات جديدة بسبب الكابوس اللي بيطرده وعلاقتهم بتتحسن مرة تانية في نفس الوقت بنشوف المديرة وهي بتقدم كيشان لجايو بعد ما اشتغلت معاه في نفس الشركة وبتكلفهم بمهمة تصوير زاهو صاحبه بطل السلة الجديد ولما ليه بتسلم يو التصميم اللي عملتها المعرض يانج بترميها في الارض وبتديلها تصميم جديدة وهي راجع البيت بتلاقي واحدة وقفة قدام بيت يوفي فبتسألها عوزة مين وبتتصدم لما بتقول لها انها خطيبة يوفي في نفس الوقت جين بيحكي اليوفي على الموقف اللي حصل من يو بخصوص رميها لتصميم ليه وبيطل منه يدخل ولما يوفي بيروح لها عالبيت خطيبته بتقوم تحضنه وليه بتتصدم وساعتها بتكلمه مع بعض شوية بخصوص علاقتهم اللي انتهت وقت ما كانوا في نيويورك بسبب اللي عملته قبل كده وبنعرف وقتها ان خطيبته كانت عاوزة تقلد لوحاته علشان تعرضها على اساس انها بتاعته بسبب انه ما كانش قادر يرسم لكنه رفض يعمل كده وتاني يوم بنشوف شي وهو بيوري جزء من اللوحة ليوفي فبيسأله قدامه قد يوفي انتهي خصوص معرض يوفي اللي تلغى علشان ترجعه مرة تانية يوفي تطلب منها ما تقررش مكانه من غير ما ترجع له وشوية وبتقابل لي فبتقول لها انها هتعدي عليها النهاردة ولما جاي وبيطلب من كيشان تهتم بنفسها من النهاردة بتقول له انه شخص غابي لانه مش عارف يحدد مشاعرها ليه لحد دلوقتي وساعتها بيروح تكلم مع لي بخصوص مشاعر كيشان تجاهه فبتعرفه انها بتحبه من زمان لكنه ما خدش باله منها ولا مرة وبيستأزن ووقت ما من بتبوز لوحة يانا علشان تورت ليه بتسمع صوتها وزميلها فبتستخبه لما بيشوف اللوحة وبيعرف ان من السبب اللي حصل بتهدده انها تورطه معها لو تكلم في نفس الوقت ليز بتقابل ليه فبتطلب منها تبعد عن يوفي لان هي كانت السبب في عدم قدرته على الرسم مرة تانية وساعتها بتروح تتكلم معها شخصيا ولما بتقوله انها هتنقل بكرة يوفي بيسألها ان كانت قابلت ليز فبترد انها مش هتقدر تفضل هنا علشان ما تصرش على قدرته في الرسم وبتمشي وساعتها بيقابل ليز فبيقفش عليها بسبب اللي قلته وبيطلب منها ما تدخلش في حياته مرة تانية وشوية وبنشوف جايو وهو بيطلب من كيشان تهتم بنفسها فبتفهم انه مش قادر يحبها وبتمشي ووقت ما ليز بتتكلم مع ليه بتتعب مرة واحدة وشنطتها بتقع فبتشوف روشتة لدكتور نيسا وتوليد فبتسألها ان كانت تعبانة وبترد انها كانت حامل من يوفي لكنها نزلت الطفل من غير ما تقوله علشان ما تشغلوش وليه بتتأثر بالكسبة في نفس الوقت يوفي بيشكر شي بعد ما انتهى من تقليد لوحة الاب اللي في شركة تيان وشوية وبنشوف جايو وهو بيحاول يعتزر لكيشان بسبب كلامه اخر مرة لكنها بتتجنبه في نفس الوقت يوفي بيروح يقنع ليه انها ما تنقلش وبيسألها عن الكلام اللي ليز قالته لكنها مش بترضى تقوله حاجة ووقت ما ليه بتنقل يوفي بيقولها انه كان بيحاول يحميها طول الفترة اللي فاتت لكنه كان بيفشل وبيودعها ولما تيان بيعرف من على الاخبار ان لوحة الاب اللي عنده اتقلدت وكمان اكتشفوا العلامة اللي عليها واللي بترجع لرسام تاني بيتصدم وبيطلب من من انها تقلب الدنيا في شركة كونا وبيطلب من يوشن انه يتصرف في نفس الوقت ليه بتتصدم لما بتشوف اللي حصل في لوحة يانج وشوية ويانج بيدخل عليهم فبتصدم لما بيشوفه وكمان وبيلغي المعرض ولما ليه بتقول لي يو انها تتحمل مسؤولية اللوحة وهتستقيل يو بتقول لها ان تيان صاحب شركة جي كي هو السبب اللي حصل ولازم يعرفوا الخائن اللي بينهم وبتفهمها انها تشتغل بدون اجر الفترة دي كعقاب ليها بعدها بنشوف جين هو بيقول لي يوفي اخر مستجدات يو مع لي وبتصدم لما بيعرف ان يو هتشغلها من غير مرتب كعقاب ليها وساعتها بروح اتكلم معاه في بيت اهلها علشان يطمنها انها يفضل جنبها خلال الفترة دي في نفس الوقت بنشوف جوي مدير جايو وهي بتتكلم معاه عن كيشان واللي عملته علشان تدخل للشركة وتبقى جنبه وساعتها بروح يدي لها كوباية الاهوة اللي عملها لها مخصوص وبيفهمها انه ما يبدأوا صفحة جديدة ووقت المالي اعدى مع نفسها يوفي بيبعط لها رسالة فبتروح تقابله لما بيسألها ان كانت شافت حد غريب عند بيتها فبتشكره علشان مهتم بيها وبتطمنه ولما هاو بيروح يلوم مين بسبب اللوحة اللي بوازتها علشان تعترف على نفسها نوة بتسمعه وبتعرف انها كانت السبب في تدمير اللوحة وساعتها بتقعد معه علشان تسأله عن السبب اللي خلاه ساكت طول الفترة اللي فاتت وبيرد انه كان معمي وهيصاحع غلطته ووقت ماتيان بيتفرج على الاخبار بعد ما اكتشفوا ان يوفي يبقى ابن الرسام كونج اللي انتحر قبل كده يوفي بيدخل عليه هو وليه علشان يقوله انه كان مخطط لكل ده من البداية ولما ليه بتقوله انه هو اللي بعت حد علشان يخلي باللوحة من بتدخل تقولهم انهم اكتشفوا حققتها من غير ما تعرف ان ليه ويوفي عندهم ولما ليه بتاخدها ليوه علشان تعترف على نفسها وبتنكر ليه بتشغل التسجيل بتاعها علشان تثبت خيانتها وساعتها يوه بتعرفها انها تدفع حق اللوحة وبتطردها ولما يوشن بيقول لتيان ان الشركة خربت وبيقدم استقالته بيتضيق جدا وبيرمي الملفات في الارض لحد ماليس بتدخل تقوله انها هتساعده وشوية وبنشوفهم بعد ما عملوا مقتمر عرضين في لحة الاب شبه ماليس طلبت منه ووقت ما تيان بيرد على اسئلة الناس علشان يقولهم ان اللوحة بتاعته مش بتاعة رسام تاني يوفي وجين بيدخلوا عليهم علشان يفرجوهم على لحة تانية ابوه هو اللي عملها علشان يثبت لهم ان هو اللي رسم اللوحتين ولما تيان بيقولهم ان الكلام ده كذب يوفي بيوريهم العلامة المائية الخاصة بابوه واللي بتحمل اول كام حرف من اسمه وساعتها تيان بيتصدم والشرطة بتقبض عليه وهو واقف قدام لوحة ابوه ليس بتروح تتكلم معاه فبيشكرها وبنعرف انهم كانوا متفقين مع بعض من البداية علشان تقنع تيان انه يعمل المؤتمر وبنعرف كمان ان هي لمسكة شركة جي كي مكانه وشوية وبنشوف يوفي ولي وهم قاعدين مع يانج علشان يقنعوا باقامة معراضه مرة تانية وبيوافق وهم خارجين من عنده ليه بتحضن يوفي من فرحتها لانها ترجع سمعتها مرة تانية ولما بترجع الشغلها وبيوريها صورتها مع يوفي وهي حضنها وبتلاحظ ان اغلى معجبين جايو بيشتموها لانها خانته ووقت ما ليه ماشية تشم هوا يوفي بيروح يطمنها وبيلاقي اتنين عاوزين يضربوها فبيدفع عنها لحد ما واحد منهم بيطلع سكينة وليه بتفديب نفسها فبياخدها للمستشفى وتاني يوم بنشوفها وهم مستنينها تفوق واهلها بيلوم يوفي بسبب اللي حصل لها لحد ما بتفوقوا بتقولهم انه كان بيحميها ويوفي بيتكلم معاها وشوية وبنشوف جايو هو بيعمل لقاء صحفي علشان يعرف المعجبين انه انفصل عن ليه ومش هيسمها لحد انه يؤذيها ووقت ما يوفي بيتفرج على الصورة اللي كان رسمها لليه ليز بتتدايق لما بتشوفها وبتعرض عليه بها علشان جماعه حق المعرض بتاعه لكنه بيرفط ووقت ما ليه قعدة تفتكر ذكرياتها مع يوفي اتنين من معجبين جايو بيهاجموها لحد ما يوفي بيتدخل هو وجايو ولما ليز بتاخد ليه لسريرها بتفهمها انها تأذي يوفي طول ما هي جنبه وبترمي عليها المية من غزها ولما يوفي بيروح يطمن عليها بتطلب منه يبعد عنها وبتحكي له عن التضحيات اللي ليز عملتها علشانه فبيرد ان اللي بينه بين ليز انتهى من زمان وبيسيبها وبيمشي فبتفتكر ذكرياتهم وبتعيط ووقت ما يوفي قعد حزين مع نفسه ليز بتدخل عليه هي ومين فبيقولها تطلع برا وساعتها ليز بتفهمه انها اشتغلت معاها وبتحكي له عن العشاء اللي يحضره سوا علشان يجيبه راعي يتكفل بتكلفة المعرض وبالليل بنشوفه وقعد معاهم غصب عنه علشان يساعدوه لحد ما بيخرجوا بقفش على مين علشان تبعد عنه وساعتها سون بيشوفهم فبتروح تتكلم معه بفهمها ان هو اللي يتكفل بالمعرض الخاص بيوفي علشان بيحب رسوماته وتاني يوم بيروح له على الستوديو علشان يشوف اخر رسوماته ولما يوفي بيسأله ان كان جاي علشان يشوف اللوحة بس بيرد انه جاي يوريه الاخبار وبيوريه صورته اللي انتشرت في عشان بارح وكلام الناس عليه وبيشكه في مين في نفس الوقت بنشوف ليز وهي بتتكلم مع مين بخصوص الصورة وبترد انها ما تعرفش حاجة ولما ليه بترجع الشركة وزمائلها بيوروها صورة يوفي وهو بيتعشى مع ناس اغنية علشان ياخد منهم فلوس وبيحرق نفسه معاهم بترد ان يوفي عمره ما كان استغلالي واكيد فيه سوافهم في الموضوع ولما كيشان بتروح تطلب من ليه تتكلم مع يوفي علشان يسجل مع جايو بترد انها ما بقتش بتتواصل معاه وكيشان بتتدايق وبتمشي في نفس الوقت ام ليز بتروح لها عالبيت علشان تحط لها خطة يرجعوا بيها يوفي مرة تانية ووقت ما يوفي بيتفرج على اللوحة بتاعته بيجير مكالمة من رقم غريب ان ليه استعبانة فبيروح لها عالفندق وساعتها بيقول لها انه هيجيب لها دكتور علشان يطمن عليها والخطة بتفشل وبيمشي ولما كيشان بتروح تقول لي جايو ان ليه رفضت تساعده وبيدفع عنها بتتدايق جدا وبتمشي وساعتها زاهو بيقابلها فبيعترف لها بحبه وجايو بيسمعهم ووقت ما ليه وزميلها بيحتفل وبينجاح مع راديانك يو بتاخد ليه على جنبه وبتطلب منها انها تقنع سون ان يتكفل برعاية معرض يوفي ويوقع معهم بدل شركة جي كي وبتفاهمها ان رجل اعمال مشهور بيحب يشتري لوحات يوفي وبتديلها قائمة باللوحات اللي اشتراها وتاني يوم بنشوفها ويقعدة مع يوفي وسون ولما سون بيطلب من يوفي بيعلو لوحة عدم النسيان واللي بيكون راسم فيها ليه من غير ما تعرف يوفي بيعتذر لانها مش للبيع وبيشوف خبر على التليفون فبيستأذن ولما يوفي بيلوم ليز بسبب نشرها لخبر زواجهم بدون اذنه امها بتدخل عليهم وهي تعبانة فبتقوله ان هي اللي عملت كده وبتعرفه ان كل اللي فضلها في الدنيا مجرد ايام معدودة ولازم تشوفهم متجوزين قبل ما تموت ولما يوفي بتروح تتكلم مع يوفي بخصوص جوازه من ليز بيقولها انه لازم يعمل كده بسبب ام ليز المريضة في نفس الوقت بنشوف ليه وهي رايحة تقدم المخاطط بتاعها اللسون علشان يقرر ان كان هيمضي معهم ولا مع شركة جي كي ولما يوفي بيدخل عليهم هو وليز ليه بتستأذن بسبب انه وراها حاجاتها تخلصها وليز بتروح وراها وهي بتتكلم معها عن جوازها من يوفي يوفي بتدخل تقولهم ان الجوازه مش هتتم وبيوروها التقرير اللي جابوه من المستشفى بخصوص امها ويوفي بيسمعها والجوازه بتبوس ولما ليه بتروح الشغل تاني يوم بتلاقي سون في انتظارها هي ويوفي وبنعرف وقتها انه عاوزهم يتشاركوا مع شركة جي كي في اقامة معرض يوفي لانه مش قادر يرفض حد فيهم وبيفاهمهم ان ليه هتبقى مخططة المعرض بناء على توصية يوفي وساعتها يوفي بتطلب منها تروح تتكلم مع يوفي وبتنصحها تصرحه بمشاعرها ولما ليه بتروح تصرحه بمشاعرها مرة تانية يوفي بيعترف لها بحبه هو كمان وبيرجعه لبعض مرة تانية واخيرا قدرته على الرسم بترجع له وبيفرح جدا وشوية وجايو بيروح له على البيت علشان المحاضرة اللي عاوز يقولها في شركتهم وبتصدم لما بيشوف ليه هناك وبيبرك لهم بسبب رجوعهم مرة تانية ويوفي بيوعده انه هيحضر بكرة وبالليل بنشوف كيشان وهي بتوصل جايو البيت لانه ما بيكونش شايف قدامه من قطر الشرب وبيعتدي عليها من غير ما يحس وهو قاعد حزين مع نفسه وبسبب اللي عمله في كيشان بتروح تتكلم معاه فبيقولها انه مشوش وعاوز يقعد لوحده وساعتها بتروح تقابل ليه فبتقولها انها السبب في كل اللي بيحصل لها وبتهددها علشان تختفي من حياة جايو اللي لسه بيحبها وتاني يوم بتصحى على صوت تكسير فماتجر ابوها وامها فبتنزل تطمن وساعتها امها بتعرفها انهما ديونين لناس بسبب مشروعهم اللي فشل والحقيقة ان كيشان هي اللي بتكون السبب اللي حصل ومحدش بيعرف ولما ام ليه بتشوف لوحة عدم النسيان في قوضة بنتها بتاخدها علشان تبيعها وليس بتشتريها منها لما بتعرف ان يوفي هو الاحداها لبنتها ولما ليس بتاخد اللوحة ليوفي علشان يشوفها بيتصدم لما بيعرف ان ليه فرطت في الهدية بتاعته في نفس الوقت ليه بتتصدم لما بتعرف ان امها بعت اللوحة وبتطلع على المتجر فبتعرف ان ليس هي اللي اشترتها فبتروح لها علشان تاخد منها اللوحة لكن ليس بتطردها وساعتها بترجع لأمها وهي زعلانة فبتلاقي يوفي هناك بعدما فهم سوء الفهم اللي حصل وبيطمنها في نفس الوقت كيشان بتعرف جايو انها تبدأ صفحة جديدة مع زاهو وهترجع للسلة مرة تانية وبالليل بنشوف جايو هو ماشي بالعافية بعد ما شرب علشان ينسى اللي كيشان قالته ولما يوفي بيروح يطمن على المعرض بتاعه بيشوف لوحات ما رسمهاش قبل كده وبتصدم وساعتها بيروح لليز فبيقفش عليها بسبب اللي عملته وبيفاهمها انه هيلغي المعرض بسبب اللوحات المزورة ولما بيرجع يقول لي يو انه هيلغي معرضه بتطلب منه يهدى وبتفهمه انه عندها خطة وشوية وبنشوف لي وهي رايحة تعرض على ليز انها تقنع يوفي باستكمال المعرض بشرط انها تاخد اللوحة بتاعتها وبتوافق ولما يوفي بيشوف اللوحة مع لي بتقوله انه لازم يشتغل على نفس الفترة دي علشان يعرضه مجموعة لوحات جديدة وبيوافق طالما هتفضل جنبه في نفس الوقت كيشان بتعتذر لزاهو وبتنهي علاقتها معالي انها مش قادرة تحبه بعدها بنشوف من وهي بتسحب ليز في الكلام لحد ما بتعرف انها كانت بتزور لوحات ليو في وقت مواقف عن الرسم وساعتها بتروح تقول لي يوشين كل حاجة وبنعرف وقتها انهم نوين يضحوا بليز ولما جايوا بياخد كيشان علشان يوصلها البيت بيشوف واحد بتكلم معها بسلوب مش كويس علشان ياخد منها فلوس فبينزل يشوفها وبيكتشف وقتها انها كانت السبب في تدمير مدجر اهل لي وبيكتشف كمان ان هي اللي كانت زقى كوكو عليه علشان تضمر علاقته مع لي وبعدها بنروح ليوشين هو بيسلم ليس فلاشة عليها ماضي يوفي فبتشغلها وبتشوفه موقتي ما كانوا مربوطين ببعض ايام الجامعة ولما بتروح تسأله عن السبب اللي خلاه يحبها طالما كان بيحب واحدة قبلها بيرد انها ما قدرتش تعوضه عن لي فبترد انه هيندم وشوية وبينروح لكيشان وهي بتعترف للي بكل حاجة وبتزعل منها وساعتها كيشان بتطلب منها تسامحها وبتقول لها ان جايو استقال بسببها وجابت له شغلانة تانية ولازم تقنعوا مكانها علشان يرضى يروح وهم رايحين للمكان اللي جايو بيصهر فيه كيشان بيتهيقى لها ان جايو بينضرب فبتدفع عنه لحد ما جايو بيتدخل وبياخدوها للمستشفى وهناك الدكتور بيطلب من لي تهتم بيها وبيعرفها انها حامل فبتروح تتكلم معاها وساعتها كيشان بتطلب منها ما تقولش حاجة لجايو ولما يوفي وليبي يشوفوا خبر دعم ليز ليوشين عدوهم اللادود يوفي بيروح يحذرها منه لكنها مش بتسمع كلامه وبالليل بنشوفه هو بيجري من الشرطة لحد ما بيهرب منهم وبنعرف الصبح ان يو اللي هي بلغت عنه وقدمت ملفاته للشرطة ولما يوشين بيروح يهدد ليز في الشقة بتاعتها علشان تعمل مؤتمر توضح فيه للناس ان يوفي كان بيستخدم رسامين مزيفين مكانه بتروح تقول لي يوفي انهم لازم يهربوا من هنا لكنه بيقول لها نقطة علاقتها معها فبتهدده وتاني يوم لي بيجي لها هدية فبتفتحها وبتلاقيه رسالة تهديد من مجهول وساعتها يوفي بيروح لها عالبيت علشان يفضل جنبها اليومين دول ولما ليه بتصحى الصبح بتلاقي رسالة من يوفي انه خرج يجيب فطار فبتمسك تليفونه وبتشوف رسالة ليز اللي بتهدده فيها بنشر لوحاته المزيفة لو ما بعدش عن لي وهي نزلة يوفي بيشوفها فبيمشي وراها لحد ما بتقابل ليز فبتطلب منها ما تعملش كده لانها كانت السبب في رسم اللوحات دي وبترود انها مش هتعمل كده الا لما تبعد عنه وساعتها يوفي بيتدخل وبيفاهمها انه كده كده هيعترف للناس باللي حصل حتى لو ما قالتش كده ولما المؤتمر بيبدأ ليز بيقول لهم انها جمعتهم على شنطين في اي صلة ليها بيوشن وما بتجيبش سيرة يوفي ووقت ما كيشان راجع مع جايو بتسأله عن شعوره لو عرف انه هيبقى فبيتدايق جدا وبتكرر انها تخبي عليه في نفس الوقت ليه بتروح بيت يوفي لكنها مش بتلاقيه ويوشن بيهجم عليها وتاني يوم بنشوف من وهي رايحة تسلم ليوشن شنططين من غير ما يقول لها هيعمل اي بيهم ولما ليه بتفوق بتلاقي يوفي مرمي على الارض وليز قدامها وهم قاعدين في دايرة نار وشوية ويوشن بيظهر لهم على شاشة ولما يوفي بيقرب منه بيفهمه ان الحبل اللي فوق ليه وليز هيتقطع خلال كم ثانية ولازم ينقذ واحدة فيهم قبل ما البنزين ينزل عليهم ولما يوفي بيمسك الحبلين بايده يوشن بيروح يضربه لحد ما ليه بتتدخل وبيحرروا ليز وهم خارجين ليه بتاخدوا ضربة مكان يوفي ويوه اللي معها بيتدخلوا على اخر لحظة بعد ما عرفوا مكانهم من خلال من ولما يوفي بيفوقوا بيلاقي نفسه في المستشفى جين بيطمنوا ان ليه بخير ولازم يرتاح في نفس الوقت ام ليه بتفتكر كلام الدكتور عن حالة بنتها وبنعرف انها هتعاني من ضعف في النظر بسبب الضربة اللي خدتها وممكن تتعمي ولما من بتروح علشان تقدم استقالتها من الشركة ليز بتشكرها علشان انقاذتهم وبتعرف ان هي اللي هتمشي وبتديلها ملف فبتفتحه وبتعرف انها بقت نائبة المدير سون بعد ما اشترى الشركة وبتفرح جدا وتاني يوم ليه بتشوف خبر اعتراف يوفي على نفسه بتزوير لوحطين فبتكرر تروح له على البيت لكنها مش بتلاقي غير رسالة بيعتذر لها فيها بسبب انفصلهم وبعد فترة بنشوف جين هو بتكلم مع يو علشان تعرف ليه مكان يوفي لانها تساعده في تخطي الازمة اللي هو فيها ووقت ما يوفي بيعلم الاطفال الرسم ليه بتظهر له مرة واحدة فبتصدم لما بيشوفها وبيقضى وقات جميلة مع بعض وبعد فترة ليه بتقنعه بالرجوع مرة تانية وبتطمنه انها تفضل جنبه ومرة واحدة رؤيتها بتشوش لكنها بتطمن يوفي انها كويسة ولما ليه بترجع تقول ليه انهم هيعملوا معرض يوفي مش بالاسم المستعار يو بتئذن لها وبتفرح جدا ووقت ما كيشان مروحها من المستشفى بتشوف ليه وهي قاعدة فبتروح له وبتحضنها وهي بتعيط وهم عادين مع بعض بنعرف ان ليه هتتصب العمى خلال الفترة اللي جاية بسبب اصابتها وعاوزها معجزة علشان تتعالك وبتطلب من كيشان ما تقولش الحد في نفس الوقت جايه بيفتكر ذكرياته مع كيشان ووقفها جنبه فبيروح يستنها عند بيتها لحد ما بتجيله ولما بيقولها انه عاوز يبدأ معها صفحة جديدة بترد انها مش هتقدر وبتمشي فبيقولها انه مش هيستسلم ووقت ما ليه اعدى في المعرض مجموعة طلاب بيشككه في مصدقية يوفي وبيقول لها انها مش لوحاته وساعتها بيقرر يرسم قدامهم علشان يزبط لهم انه فنان موهوب ووقت ما ليه بتحتفل مع زمائلها بنجاح المعرض يوفي تعرض عليها انها تبقى نائبة للشركة لكنها بترفض وبتقدم لها استقالتها ولما يوفي تسألها عن السبب بترد انها عاوزة تبقى كاتبة ويوفي تحترم رغبتها بعدها بتروح تقرأ كتب تدريب عن العمى وبتحاول تتأقلم على الوضع وهي بتتماشى مع يوفي بتجذب عليه وبتقوله انها تسافر مع عموها 15 يوم علشان تشوف ابوها بعدها بترجع تحط اكلها في مكان قريب منها وبتنام ولما بتصحى تاني يوم بتخبط في السرير مرة واحدة والتليفون بيرنف بتوع التحسس على الارض لحد ما بتوصله ومش بترضى تقول لي يوفي انها تعمت ووقت ما يوفي بياخد جولة في قطه بيشوف جواز السفر الخاص بلي وبيعرف انها بتجذب عليه في نفس الوقت كيشان بتروح تقول لي جايو ان ليه ما سفرتش مع عموها وبيروح يخبطوا على المحل هم التلاتة لحد ما بيجيبوا واحد يفتح لهم الباب وبيطلعوا يشوفوها وهم قاعدين مع بعض بتقولهم انها كانت حابة تقعد فترة مع نفسها علشان تتعود وبياخدوها للمستشفى ولما يوفي بتروح تزور ليه في المستشفى بتطلب منها انها تبعد عن يوفي وخصوصا بعد اللي حصل لها وجين بيستغرب من كلامها وشوية وبنشوف يوفي وهو بيتكلم مع ام ليه بخصوصه ان عاوز يتقدم لها لكنها بتطلب منه يفكر مليون مرة قبل ما ياخد خطوة زي دي وخصوصا انها فقدت بصرها بعدها بنشوف كيشان وهي بتتكلم عليه عن اخر مستجدتها مع جايو بعد ما عرف انها حامل وقرر يكمل معاها ولما بتقولها ان يوفي ما بقاش يرسم بسبب انها بعدت عنه وبتفتكر اللي حصل وبنعرف ان يوفي وجايو طلبوا من كيشان انها تساعدهم في انهم يرجعوا ليه مرة تانية ليوفي وبنعرف كمان ان يوفي كانت بتغزع في المستشفى علشان تتمسك بيه اكتر لكنها فشلت ولما كيشان بتاخد ليه بيت يوفي بيكونوا رمئين ازايز في الارض على اساس انه بيشرب وبيتكلموا مع بعض شوية وهم قاعدين مع بعض يوفي بيتقدم لها وبتوافق وساعتها بيروحوا ويعملوا بروف على البدلة والفستان اللي هيلبسهم في الفرح وتاني يوم جايو بيجيلوا مكالمة ان ليه مفقودة فبيروحوا على بيتها وبيسمعوا التسجيل اللي سابته وبنعرف وقتها انها تمشي لمدينة تانية علشان ما تأثرش على مستقبل يوفي وبعد اسبوع بنشوف يوفي هو بيطلب من يو انها تمسكوا منصب ليه علشان يبقى مخاطط معارض مكانها وبتوافق وبعد سنتين جايو بيتقدم لكيشان بطريقة رسمية وهي حمل في ابنهم التاني وبتوافق وساعتها بيروحوا يتكلم مع يوفي علشان يعزموا على فرحهم وبنعرف وقتها ان يوفي غير مجاله وبقى بيرسم رسوم هزالية شبه ليه وهو بيرسم بيقول لنا ان ليه بعتت لهم في اخر رسالة انها بدأت تتحسن وانه على امل يشوفها مرة تانية وبعد فترة بنشوفهم هم متجمعين علشان يفتتحوا مع راديو في اللي عملوا بعد ما انتهى من اول كتاب بيحكي عن قصته وهو وليه من اول ما قابلها بيرسم هزالية وهو بيتكلم عن الكتاب ليه بتدخل عليهم مرة واحدة بعد ما بصرها رجع وهي لبس الخاتم اللي ادهولها وشملهم بيتلم مرة تانية وبكده بيكون المسلسل خلص